السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعدت إليكم مجدداً في درس نص الاستماع طيب نص الاستماع صغيراتي كما تعودنا أولاً أن نبدأ ب أو أن نعدد آداب الاستماع التي لابد أن نحرص عليها أثناء حصة الاستماع أول أدب صغيراتي لدينا هو حسن الإنصات للمعلمة ثاني أدب من آداب الاستماع عدم مقاطعة المعلمة إذن حسن الإنصات وعدم المقاطعة من آداب الاستماع طيب نبدأ أولاً بألاحظ وأستنتج لدينا صغيراتي كما ترين في هذه الصفحة مجموعة من وسائل الاتصال القديمة والحديثة طيب سوف أقرأ لكم الآن نص الاستماع نص الاستماع يحكي القصة الموجودة لدينا في هذه الصور طيب يقول لك حبيبتي في الصورة الأولى الصورة الأولى هنا لدينا مجموعة من وسائل الاتصال اجتمعت وسائل النقل القديمة والحديثة وأخذت كل واحدة منها تتحدث عن نفسها طيب قالت السيارة أنا من أسرع وسائل المواصلات الحديثة ومن أكثرها سرعة وتعدداً في الأشكال والألوان أنقلوا الناس وأنقلوا أمتعتهم وكذلك أستطيع نقلهم من مكان إلى آخر هذه السيارة عندما تحدثت عن نفسها بعد ذلك أتت السفينة فقالت قالت السفينة أنا أحمل على ظهر الركاب والبضائع أعبر بهم البحار ليلاً ونهاراً محركات القوية تعمل بالوقود ثم بعد ذلك أتى الجمل فقال أنا سفينة الصحراء أقدمكم جميعاً فقد حملت الإنسان على ظهري وسرت به في الصحراء مسافات طويلة دون ملل أو تعب قالت الطائرة أنا أسرع وسائل السفر وشكلي يشبه الطائر وعجلات أقف عليها ومحركات قوية تساعدني على الطيران بسرعة فائقة فأحمل الناس والبضائع إلى بلاد بعيدة بعد ذلك أتى القطار فقال أنا الطويل أسير على قطبان حديدية أحمل أعداداً كثيرة من الناس وأمتعتهم الثقيلة أنقلهم بسرعة ويسر محركاتي قوية تعملوا بالوقود أو بالكهرباء هذا بالنسبة إلى نص الاستماع بعد أن استمعنا إليه نبدأ الآن بالإجابة على الأسئلة السؤال الأول يقول أجيب شفاهياً عن الأسئلة الآتية السؤال الأول ما مميزات السيارة؟ ما مميزات السيارة؟ السيارة تعتبر أسرع وسائل المواصلات الحديثة ألوانها متعددة أشكالها متعددة وكثيرة تحمل الناس وأمتعتهم وتنقلهم من مكان إلى مكان براحة ويسر إذن السؤال الأول مطلوب فقط شفاهياً بما تميز القطار عن وسائل النقل القديمة والحديثة أنه طويل أنه يسير على قضبان حديدية كذلك يحمل أعداد كثير من الناس وأمتعتهم الثقيلة وينقلهم بسرعة فائقة وبيسر أيضاً محركات القطار تعتبر قوية كانت قديماً تعمل بالفحم أما اليوم فتعمل بالوقود أو الكهرباء هذا بالنسبة إلى مميزات السيارة وكذلك القطار والسؤال هذا مطلوب فقط شفاهي طيب أضع علامة صح أمام الإجابة المناسبة للأسئلة الآتية ماذا فعلت وسائل النقل عند اجتماعها؟ أعطاني إجابتين وأنا أختار واحدة ماذا فعلت وسائل النقل عند اجتماعها؟ طيب أجرت سباقاً لمعرفة الأسرع أم أنها أخذت كل واحدة منها تتحدث عن نفسها؟ نعم أخذت كل واحدة تتحدث عن نفسها اثنين كيف كانت تتحرك السفينة قديماً بواسطة الوقود أم بواسطة أشرعتها عندما يتحرك الهواء؟ ذكرنا أنها كانت تتحرك بواسطة أشرعتها عندما يتحرك الهواء أما الآن فأصبحت تعمل بالوقود ثلاثة أي من الأسماء الآتية لم أسمعه في النص؟ هل هو القطار؟ أم الجمل؟ أم المركبة الفضائية؟ أم السيارة؟ نختار المركبة الفضائية فلم نتحدث عنها ولم نذكرها نهائياً إذن انتهينا الآن من حل هذه الصفحة وننتقل للسؤال الذي يلي ثلاثة يقول لك أنفذ التعليمات التي أسمعها واحد أكتب أسماء وسائل النقل القديمة والحديثة التي وردت في النص إذن بدأنا مجموعة كبيرة حبيباتي من وسائل النقل التي وردت في النص سواء كانت قديمة أو حديثة نذكر بعض ما ورد منها أولاً وأقدم سائل النقل هو الجمل إذن نكتب الجمل أيضاً السيارة أيضاً الشاحنة أيضاً القطار وكذلك السفينة إذن هذه ثلاثة أو عفواً خمس وسائل اتصال ومواصلات قديمة وحديثة طيب يقول لك أرسم دائرة حول أسماء الوسائل التي عرفها الإنسان قديماً إذن إحنا هنا كتبنا خمس وسائل اتصال ومواصلات ونبدأ نطبق عليها المطلوف السؤال الثاني يقول لك أرسم دائرة حول الوسائل التي عرفها الإنسان قديماً إذن هو الجمل الجمل هو الذي عرفه الإنسان قديماً سؤال رقم ثلاثة ألون أسماء الوسائل التي تعمل بالوقود إذن ذكرنا أن هناك وسيلة اتصال وسيلتين اتصال قديماً كانت تعمل بالوقود أو أصبحت تعفواً الآن تعمل بالوقود عندنا القطار وعندنا السفينة تعمل الآن بالوقود أو بالكهرباء من نسبة للقطار أما السفينة فأصبحت تعمل بالوقود بدلاً من الأشرع قديماً إذن انتهينا الآن صدراتي من حل السؤال رقم ثلاثة ننتقل للسؤال الرابع يقول لك أضع علامة صح تحت الصور التي تعبر عن الأماكن التي سمعتها في النص طيب عندنا أمامنا الآن يثاني أربع صور لدينا الآن أربع صور يا ترى هل ذكرنا في النص الصورة الأولى تكلمنا عن السماء أو عن العشب لا طيب في الصورة الثانية هل تحدثنا عن الهضاب أو الجبال ذكرنا ذلك في النص إذن لا لم نذكره في الصورة الثالثة صورة صحراء هل ذكرنا اسم الصحراء هل أتى أو ورد لدينا في النص ذكر الصحراء نعم عندما ذكرنا أن الجمل هو سفينة الصحراء إذن نعم اختار الصورة طيب لماذا قلنا عن الجمل أنه سفينة الصحراء لماذا ذكرنا ذلك ذكرنا ذلك لأنه يتحمل المشي مسافات طويلة يتحمل العطاش لأيام عديدة كذلك أنه يمشي مسافات طويلة دون تعب أو دون كلل هذا ما جعلنا نسميه أو نطلب عليه السفينة الصحراء أيضا الصورة الرابعة اللي هي صورة البحر هل ذكرنا البحار والمحيطات في النص نعم ذكرنا البحار والمحيطات في النص عندما قلنا أن السفينة تمشي في البحار إذن ذكرنا نعم ورد لدينا ذكر هذه الصورة إذن انتهينا الآن من حل اللي هي الأسئلة الواردة لدينا في نص الاستماع ننتقل الآن صغيراتي إلى النشيد ننتقل إلى النشيد طيب تبقى لدينا عفو صغيراتي اللي هو السؤال الخامس بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى النشيدة أصل بين وسيلة النقل والصفة التي تميزها حسب ما سمعت في النص إذن لدينا صورة للقطار يا صغيراتي القطار هنا القطار هل القطار يسير في البحار والمحيطات أم يتميز بكثرة الأشكال والألوان أم أنه أقدم وسائل النقل أم أنه السير على القطبان إذن نعم السير على القطبان إذن وصل القطار في اللي هي السير على القطبان بعد ذلك صورة الطائرة الطائرة هل هي تسير في البحار أم المحيطات أم كثرة الأشكال والألوان أم أنها أقدم وسائل النقل أم أنها أسرع وسائل السفر نعم تعتبر أسرع وسائل السفر إذن أوصل الطائرة في آخر اختيار بعد ذلك أتى لهو الجمل هل يسير في البحار والمحيطات أم كثرة الأشكال والألوان أم أقدم وسائل النقل إذن نعم يعتبر الجمل هو أقدم وسائل النقل أوصل الجمل مباشرة في المربع الذي أمامه بعد ذلك يأتي السفينة السفينة هل هي السير في البحار والمحيطات؟ نعم أوصل السفينة في أول مربع عندنا فوق اللي هو السير في البحار والمحيطات أيضاً صغيراتي لدينا السيارة لدينا السيارة أوصلها في اللي هي الاختيار الذي تبقى لدينا وهي كثرة الأشكال والألوان بهذا نكون انتهينا من حل الأسئلة التي وردت عندنا في نص الاستماع وننتقل الآن إلى درس النشيد ونشيدنا إن شاء الله سوف يتحدث عن وسيلة اتصال قوية جداً وضرورية ذكرتها في بداية الوحدة وهي الحاسوب أقولنا أن الحاسوب يعتبر وسيلة اتصال قوية جداً طيب قبل أن أبدأ في ذلك لابد أن أتعرف على الأهداف التي سوف نحققها بإذن الله في هذا النشيد لدينا صغيرات أهداف الحدف الأول هو أن تقرأ الطالبة الأنشودة قراءة صحيحة منغمة وخالية من الأخطاء هذا أول حدف الهدف الثاني هو أن تحفظ الطالبة النشيد أن تحفظ الطالبة النشيد أما الهدف الثالث أن تتعرف الطالبة على مفردات صعبة أو ظواهر إملائية صعبة أيضاً أو غريبة عليها هذا بالنسبة إلى الأهداف بإذن الله التي سوف نحققها في درس النشيد طيب نبدأ الآن بالاستماع إلى النشيد مع المعلمة إذن النشيد بعنوان الحاسوب معلومات معلومات هذا عصر المعلومات هيا نقرأ هيا نكتب هيا نجمع هيا نضرب عبر الشاشة سوف نشاهد كل العالم سوف نراه بغرائبه وعجائبه عبر الشاشة سوف نراه معلومات معلومات نحن جيل المعلومات معلومات معلومات نحن جيل المعلومات طيب بعد أن استمعنا صغيراتي إلى النص من قراءة المعلمة دعونا نبدأ الآن بالتعرف على الكلمات الغريبة أو الصعبة في هذا النص نبدأ بأول أول كلمة عندنا وهي كلمة عبر وهي كلمة عبر ما معنى كلمة عبر يعني ماذا كلمة عبر كلمة عبر يا صغيرتي تعني عن طريق نحن نقول عبر الشاشة سوف نشاهد يعني عن طريق الشاشة سوف نشاهد أيضاً الكلمة الأخرى صغيرة هي كلمة جيل هي كلمة جيل فماذا نقصد بكلمة جيل نقول عن أنفسنا نحن جيل المعلومات يعني نحن عصر جيل بمعنى عصر أصبحنا في عصر أو في جيل المعلومات إذن جيل تعني عصر وكذلك عبر يعني عن طريق هذا بالنسبة إلى المفردات الصعبة أو الغريبة على الطالبة في هذا النص طيب أيضاً صغيراتي خلونا في البيت الثاني يقول لك هيا نقرأ هيا نكتب هيا نجمع هيا نضرب طيب القراءة والكتابة نتعلمها في أي مادة القراءة والكتابة نتعلمها في مادة لغتي ممتاز نتعلمها في مادة لغتي طيب الجمع والضرب هيا نجمع هيا نضرب الجمع والضرب هذه كلها نتعلمها في مادة الرياضيات الضرب ليس بمعنى أني أضرب شخص أو يضربني شخص لا إنما هي علامة رياضية موجودة عندنا ورح تأخذونها إن شاء الله قريباً في مادة الرياضيات هيا نجمع هيا نطرح هيا نضرب هذه كلها الجمع والطرح والتساوي كلها علامات رياضية موجودة في مادة الرياضيات ويقول هنا هيا نقرأ هيا نكتب هيا نجمع هيا نضرب يعني هذه كلها نستطيع من خلال الحاسوب أن نفعلها نستطيع القراءة وكذلك الكتابة كذلك الجمع كذلك الضرب إذن هذه كلها عن طريق الحاسوب طيب في البيت الثالث يقول لك عبر الشاشة يعني عن طريق الشاشة سوف نشاهد كل العالم يعني أنت موجودة في بيتك وفي منزلك تستطيعين تشاهدين جميع الأفراد في جميع أنحاء العالم من خلال شاشة الحاسوب طبعاً يقول لك بغرائبه وعجائبه يعني جميع الغرائب والعجائب تستطيعين مشاهدتها من خلال هذه الشاشة ثم بعد ذلك يقول معلومات معلومات نحن جيل المعلومات يعني نحن عصر المعلومات هذا حبيباتي بالنسبة لشرح الأبيات وبالنسبة أيضاً للكلمات الصعبة نأتي الآن للظواهر الإملائية سريعاً اللي هي الموجودة عندنا في هذا النص نتكلم أولاً حبيباتي عن التاء المربوطة نتحدث عن التاء المربوطة والفرق بينها وبين التاء المربوطة المفتوحة والمربوطة طيب كلمة معلومات هنا وكلمة الشاشتي طيب وردت عندنا هنا تاء مفتوحة وردت عندنا هنا تاء مربوطة طيب أنا كيف أستطيع أني أفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة كيف أستطيع التفريق بينهما حبيبتي من خلال الاستماع إلى نطق المعلمة إذا قالت المعلمة معلومات إذن التاء هنا ساكنة مباشرة إذا سمعت المعلمة سكنت التاء يعني أنها مفتوحة طيب كلمة الشاشة أستطيع نطقها كذا الشاشة وأستطيع نطقها الشاشة 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 شاشة 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 إذن أستطيع نطق التاء المربوطة بجميع أنواع الحركات فتح ضم كسر تنوين إذن عندنا التاء المربوطة مرينة ممكن أستطيع نطقها بأي حركة إذا مباشرة إذا سمعت المعلمة تنطق التاء بأي حركة غير السكون أعرف أن التاء هنا رح تكون مربوطة هذا الفرق بينها وبين التاء المفتوحة المفتوحة دائما ساكنة المربوطة مرينة وتأخذ كل الحركات أيضا حبيبتي نتحدث عن التفريق أو الفرق بين الشمسية والقمرية عندنا هنا الشاشة القمرية أم شمسية شمسية لأنها كتبت ولم تنطق الشاشة إذن كتبتها لكن لم أنطقها أيضا عندنا هنا كلمة العالم العالم كتبت ونطقت وجاءت ساكنة إذن هنا هي القمرية إذن حبيبتي بهذا نكون قد انتهينا من شرح أنشودة الحاسوب أتمنى لكم الفائدة والاستمتاع وإن شاء الله بإذن الله كان الشرح سهل ومبسط على الجميع استودعتكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته